السلام عليكم مع فيديو جديد بإذن الله اليوم سنتعرف أكثر على بودرة CMC التي تطرح عليها الكثير من التساؤلات وهي الكاربوكسيميتيل سيليلوز بودرة CMC يسميها بالتايلو هي بودرة تساعد عجينة السكر العادية هي العجينة السكر التي نستعملها للتغليف نضيفها لها تساعدها أنها تجمد وقدروا نشكل بها مجسمات وورود الأشياء اللي ممكن أنها تجف وتنشف ونوضعوها كتزيين للكيك كيف نعرف الجميع فهي العجينة الموضلج لا تلقوها بالزاف في السوق لا تكون جميع الألوان لا تكون الألوان مختلفة وهذا كنفضل أنا شخصية كنفضل أني نستعمل عجينة السكر العادية ونضيف لها المدرة مهمة أنها تكون عندكم هي متواجدة عن جميع الكبع المواد متخزمات الحلويات متواجدة كتاخدوها ممكن أنكم تاخدوا البو كامل أو ممكن أنكم تاخدوا على حسب العبار اللي بغيتو كيميات بسيطة لدي هنا عجينة سكر عادية العادية اللي هي للتغليف يعني العادية تقريباً كنستعملوا كل ميتين وخمسين جرام كنستعملوا ملعقة قهوة ديال السيامسي يعني كتكون ملعقة ممسوحة وإلا غادي نستعملوا موضلاج صغير بحال هذا اللي عندي أنا هنا فهو صغير يعني ما كاملش حتى 100 جرام كنستعملوا كيمية بسيطة ديال السيامسي لأنه قد مفوتنا الكيمية ديال السيامسي إلى عجينة السكر كتجمد وكتبدأت تفرسط يعني ما كان قدرش نخدمو بها يعني إلا خدينا هذيك مئتين وخمسين جرام ديال العجينة السكر وضفنا لها ملعقة قهوة ديال السيامسي كيف ما كنشوفو هنا في الصورة إلا ندفنا هذيك الكيمية كلها يعني استعملنا هذيك عجينة السكر مزيان ما استعملناش هذيك العجين يعني وخاة نحتفظو بها كنغلفوها ما كترجعش كتبغي الخدمة بزيف 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 باش ترجع لينا نقدرو نخدمو بها موضلاج وما كيكونش مزيان يعني كيكونوا في حبيبات كيبدا يتكسر يعني من الأحسن أنا كننصحكم أنكم تستعملوا فقط الكيمية بهاذيك مئتين وخمسين كرام كنقسموها استعملنا الربع غدي نستعملوا الربع ديال هذيك الكمية ديال ملعقة القهوة ديال عجينة السكر نستعملو كذلك نستعملو كذلك النصف ديال هذيك الملعقة ديال سيم سي فهي العجينة يعني عجينة السكر من كنضيفو لها السيم سي كنستعملو فقط الكيمية اللي غدي نخدمو عندنا موضلاج صغير نستعملو فقط هذيك الكيمية اللي هتكفينا الموضلاج هذي هي العجينة اللي الكل كي سولني عليها هذي العجينة السكر اللي كنخدم بها سهلة في الاشتغال كتكون يعني تريه وما كتكسرش لنا في الكيك وسهلة في الخدمة يعني كتمشي معك في الخدمة مزيدا هذي كتصلح فقط للتغليف هذي ما كندروش بها موضلاج ما كندروش بها يعني الورود او الازهار إلا إلا دفنا لها السهمتي إلا بغينا ندرو موضلاجات كندروهم بهذا الشكل يعني ديالتو الديي اللي غدي يكونوا فقط كيلسقوف الجوانب ديال الكيك أو في الحواف ديال الكيك من هذي كتصلح نخدمو بها فقط موضلاجات اللي خفاف موضلاجات اللي مغديش يحتاجوا انهم ينشفوه وكيلسقوف ليبوغ ديال الكيك يعني الكيك يكون هو الدعامة ديالهم ما الحاجة اللي غدي نوضعوها فوق الكيك كل حاجة اللي تحتاج تنشف على الازهر والورود او الشخصيات والمجسمات الكبيرة كان نخدموها بعجينة السكر اللي كان ضيفو لها السهمتي او غام بيست او عجينة الموضلاج اللي كتكون واجدة وكان اخذوها واجدة من المحلات التجارية عفوا محلات اللي كتبع مستلزمات الحلويات بالنسبة اللي ساق الغذائي كذلك كي يجيوني تساؤلات بزا فعليه بقلينا نزلناه في الفيديو سابق لكن هنا غدي نهضروا عليها اكثر هو اللي ساق الغذائي لاش كي يصلح هو باش كاللسقوها دل الاطراف دل الموضلاج يعني اللي اللي يتبع الفيديوات دلالي قد اتلقوني انني دائما هو باش كاللسق كل قطعه مع القطعه الاخرى كاللسقوها باللسق الغذائي هو كي يكون شوية يعني مزيج شوية متماسك كنت استعملو عفوا كان استعملوه لتلسيق شخصيات وكيفما كتشوفوا انه مني كاللسقو يبقوا سعبتين وما يتحركوش كيفاش كنصيبوه كناخدو كمية بسيطة من الماء و قبصة نقولو قبصة ديال سي ام سي ام سي او رأس ملعقة صغير ديال سي ام سي يعني كمية بسيطة جدا ما واضحة مزيان في الصورة لكن هي كمية بسيطة من سي ام سي كنضيفوها الى كمية ديال الماء حتى كنحصل على مزيج كي شبه الساق اللي كنستخدمو الى الاوراق غال هو غادي تلقى واحد ش شوية من غادي نوضعوها ديالك تمام في الماء كتولي بحلقه انتو كيف كتلاحظو في الفيديو كتتجمع كتولي مجموعة ما غاديش تدوب لكم هذيك الساعة نبقوا نحركوها شوية نحاولو انا ننحركوها مع البغد حتى كتبدأ تفرسط شي شوية شوية تبدأ تدوب إنما كنخليوها كتخليها على جنب كتتصدق ليها وتخليها كل شوية كتتحلق ليها كنخليوها يعني ما غاديش نتقوم كتبتها 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 حتى نحصلو على هذا المزيج ما قلت لكم حسينة بها بقى يعني جارية بزاف كتضيفو لها شوية ديال السامسي إنما هي كي يخص تكون لازيجة شوية من كتكون لازيجة فهي صافرة كنخدمو بيها مزيان كتلصق لنا مزيان بغيتوها تكون كيف كان قولو خاطرة أو تقيلة شوية كتضيفو لها السي همسي إنما أهم حاجة أهم حاجة اللي ساق الغيدائي أن ننضروه في واحد شي بو كيتسد يعني ما نخليوه شي ضربو له أو لا نخدمو بيه ونخليوها محلوة فهي كتقساح كتكرم وما قديش تقدروا نخدمو بيها من بعد وهنا كيف كتلاحظو دائما أنا كنتستعمل الكيميات قليلة يعني حتى هذي كنصيب منها كيميات قليلة اللي ساق الغيدائي باش كتدوز عندي جوش الأسافية من بعد صفيما كنقش كتقادة وكندير وحدة آخر جديدة مهم دائما أي حاجة كنستعملو فقط الكيميات اللي غادي نخدمو بيها هذي كسا يعني هذي كنخدموها كدلك من الموضلاج من كنصيبو الموضلاج كنصقوه فوق الكيك يعني كنخدموها هي بزف ديال يعني عندها استعمال كبير كنستعملوها بزف وكذلك راهي كتباع في ديبو حتى هي ممكن أنكم تشيروها واجدة لكن من الأحسن أنكم تصيبوها سهلة يعني من الأحسن أننا نصيبوها إلى أننا سيامسي فإحنا كنصيبوها وهكا كنضربو عصفورين بحجر يعني سيامسي كنستعملوه الموضلاج كالعجينة الموضلاج يعني كنستعملوه كذلك اللساق الغذائي ما تعرفش نهارت قادت لينا أو لهذا كنصيبوها يعني فرمشة تلاقيين كتكون تصيبت أنه واجدة لذلك هادو خاصهم يكونوا عندكم يعني سيامسي خاص يكون دائما عندكم خصوصا من إلا كتدروا ديمو دلاج أو كتدروا يعني كتستعملو المجثمات بالزاف من الأحسن يكون عندكم سيامسي في الدار وهنا كنظن أنا جاوبت على جميع تساؤلات غير أهم ملاحظة أننا ما نستعملوهاش ما نستعملوش كمية كبيرة لعجينة السكر اللي كنضيفو لها سيامسي يعني نستعملوه إلا قد هادوك شي اللي بغينا باش ما تبقاش العجين يعني من بعد تفرتت لينا تقصح وتفرتت اللي بغينا نخدمو بها من بعد وهي يرى ما كتحتاش أنا ننديرو سيامسي في العجين ونخليها ترتاح إلا درناها نخدمو بها ديك الساعة وسلام عليكم ورحمة الله وبرك